الكتاب المقدس اللي كمان سؤال إنه إحنا دائما لما منقول لشخص أنت تسلم حياتك للمسيح صل لهذه الصلاة معناته في صلاة شو رأيك في الموضوع الصلاة اللي بتخلص هي صلاة العشر في الكتاب المقدس صلاة التوبي صلاة إنسان تايب يعني قال كده إنسانان صعدة إلى الهيكل ليصليها واحد فريسي والآخر عشر فأما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشر وبشور على جنبه أصوم أنا بصوم وبعشر وأما العشر رح جاي واقف وقال إيه أرحمني اللهم أرحمني اللهم أرحمني أنا الخاطئ الصلاة التي تخلص تخرج من القلب بلا لغة محددة بلا اسلوب محدد بلا كلمات محددة بصرق فيها لله بقوله ارحمني أنا خاطئ أنا مش قادر أعيش حياتي بهذا الشكل انقذني دي هي دي اللي بيقولك نزل إلى بيته مبررا ليه لأن هي دي الصلاة اللي تبرر النتيجة إن الفرائد ده هي مش هي اللي بتؤدي للخلاص ماينفعش فرائد تؤدي للخلاص لكن الصلاة اللي طالعة من القلب الشهادة والإعلان اللي أنا بقدمه بليه بعد روحي أما بقدم أو بعمل أي ممارسات ليها بعد روحي وليها عمق روحي مع الله هي دي اللي بتؤدي إلى الحياة الأبدية ليه لإنه في علاقة أساسية مش هلشان هي بتؤديني للعلاقة الأبدية لكن لإنه في علاقة أساسية بيبقالها معنى بيبقالها قيمة الخلاص ماينفعش نشتري ماينفعش يشترى لأن الخلاص هو الولادة الجديدة الخلاص هو الحياة الأبدية الخلاص هو الغفران الخلاص هو التبرير الخلاص هي الحرية والتحرير ماينفعش أنا بإمكانياتي كإنسان أن أنا أشتريهم مقدارش لكن الله هو الذي ينظر إلي بمحبته هو الذي يأتي إلي في نعمته الغنية ويقدمه لي مش أنا اللي أقدمه اشتركوا في القناة شكرا